علامات الأزمنة القديس باييسيوس الآثوسي إيروندا قال أحدهم إننا نستعمل ورقة النقد من فئة خمسة ألاف دراخمة وهي تحمل الرقم 666 فما الفرق بينها وبين البطاقة الشخصية؟ ورقة النقد من فئة خمسة ألاف دراخمة هي عملة والليرة الإنجليزية التي تحمل صورة الملكة فيكتوريا هي عملة أيضا وهذا غير مهم ما لقيصر لقيصر لكن الأمر هنا يتعلق ببطاقة الشخصية وهذا أمر شخصي وليس عملة البطاقة الشخصية تعني ما تعنيه الكلمة أي أن المرء يعين هوية ما يوافق عليه يضعون الشيطان وأنا أوقع موافقة عليه إيروندا ما علقة هذه البطاقة بالختم؟ البطاقة الشخصية ليست الختم إنما هي مقدمة له وماذا يفعل العالم بخصوص البطاقات الشخصية الجديدة؟ من الأفضل عندما تسألنا أن تنصحنهم باستشارة أبائهم الروحيين وأن يتحلوا بالصبر لمعرفة تصرف الكنيسة فالسائلون كثر والذين يفهمون الأجوبة قليلون كتبت كراسة عنوانها علامات الأزمنة فليتصرف كل واحد بحسب ما يمليه عليه ضميره بعضهم يدعي أن هذا الرأي هو رأي راهب وليس رأي الكنيسة أنا لم أعلن عن رأي الخاص إنما أوضحت ببساطة أقوال المسيح والإنجيل منهم من يحرف أقوالي ويعكسها قائلا إنها أقوال الراهب باييسيوس فيسمعها الآخرون ويصدقونها دون التأكد من صحتها أو من نسبتها إلي أنا لست خائفا وأقولها بالفم الملآن يأتون إلى القلايا ويلقون أرقام ستة في العلبة أو لوحات خارج الباب ذات يوم وجدت لوحة ظننت أن أحدهم كتب عليها الأب غائب ولكنني وجدتها مليئة بالشتائم التي لم أسمع بها من قبل هناك عاصفة ستهب علينا لقد ثار العالم ونحن علينا أن نثور بصلوات كثيرة ترجمة نانسي قنقر